دكتور لو هنقول نصايح بشكل عام للناس اللي شايفانا دلوقتي ازاي يحافظوا على عينيهم وعلى نظرهم وحنا خاصة بنقود نقول للأطفال ما تقربش من الشاشة قوي ما تقعدش قدام الشاشة كتير هل الكلام اللي احنا بنقوله كأمهات ده فعلا كلام طبي علمي ولا ده كده خوف أم على ضناها بس لا كلام طبي وعلمي ومزبوط لأن استخدام المبالغ فيه للشاشات واللكمبيوترز والموبايل والتاب والحاجات دي بيأثر على بيعمل جفاف في العين ده نمرة واحد نمرة اتنين هو ما بيطلعش أشعة فعلا من الشاشات دي زي زمان لكن هو بيأثر على كل الكل البلو لايت ده ما بقاش موجود خلاص الأغلب الأجهزة جديدة بيبقى فيها فلتر للبلو لايت اللي ممكن برضو يزود لنا احتمالات المياه البيضة ويعمل مشاكل شوية في عين بيخليهمش عارفوا يناموا بالليل البلو لايت ده موجود في كل الأجهزة وستيل موجود ولا دي أجهزة متطورة ما خاش لا الأجهزة الجديدة بيبقى فيها أبليكيشن تقلل البلو لايت لكن هو موجود في كل الأجهزة وهو ده اللي بيأزي العين بيأزي العين وبيعمل مياه بيضة أحيانا وأحيانا بيخلي الولاد ما يعرفوش يناموا بالليل بيصح صحهم قوي وغير أن الاستعمال المبالغ فيه للأجهزة دي بيعمل جفاف جامد في العين وبيأثر على قدراتهم الزهنية وعلى تركيزهم وعلى قدراتهم الاجتماعية وبعدين بعد شوية هتلاقيهم بيتخنوا ويجيلهم تكئاب وما فيش صحاب وما فيش متعالي الأصدقاء بتوع العالم الخيالي ده عادة ما هم ماش دول الأصدقاء اللي بجد يعني طبعا هنسمع بقى إزاي نخلي أولادنا يبعدوا عن الحاجات دي بعد ما سمعوا الكلام ده المفروض يخلوا بالهم لوحدهم بس إزاي بقى نشجحهم أكتر خاصة الدراسة بقت أونلاين في كتير من المدارس دلوقتي بس ناخد أستاذ عزت سلام عليكم السلام وحفوة الله وبركاته أهلا بيك تفضل أهلا أستاذ عمال تفضل يا فاني ليه أسأل عند الدكتور العين الشمال العصب بتاعها ميت هل فيه أي علاج دلوقتي ليه؟ حاليا ما فيش علاج لكن فيه تجارب بتتعمل على علاجات للموضوع ده وإن شاء الله في المستقبل حيكون فيه حاجة بإذن الله لكن حاليا كلها حاجات تحت التجارب سلامتك ألف سلام يا أستاذ عزت من الحق إزاي يا دكتور؟ هو حسب السبب هو يعني هل كان عنده مثلا مية زرقة لو كان عنده مية زرقة وهي اللي تسببت في أن العصب البصري مات يبقى معنى كده أنه هو ما خدش علاجه بدري أو ما كشفش بدري أو كشف بدري وما انتظمش على العلاج يعني المية الزرقة من أسباب من أسباب المهمة جدا اللي ممكن تعمل دمور في العصب البصري نعم وممكن جدا يكون عنده في بعض العينين أو بعض الأطفال بيكون عندهم عين أقوى من تانية دمش دمور لكن ده بيبقى كسل في العين فبتبقى عين سليمة وما فيش دمور في العصب البصري ولا أي حاجة ومع ذلك العين بتبقى ضعيفة لمجرد أن الأهل ما خدوش بالهم من بدري والطفل ده ما لبسش نضارة من بدري ده اللي بنقوله في العين السليمة وركز على العين الضعيفة شوية عشان تقوى الضبط ضروري تبقى الحتة دي وصوصا أطفالنا بيقوحوا ومش عايزين يحطوها وبتبقى يعني شوية هل الأفضل هي تتحط مثلا ساعة في اليوم ساعتين في اليوم ولا تتلبس ما تتقلعش المدة مثلا شهر أو مدة العين ده الروباط بتاع العين حسب السن وحسب الحالة بالزبط لكن هو التمرين لازم يتعامل وأحيانا بنلجأ لأطرة أطرة تزغل العين القوية علشان العين ضعيفة تشتغل وتشد حيلها شوية